دون قيود أو مضايقات يتربع هذا الكلب أمام أحد أبواب صالات المسافرين في مطار النجف الدولي صورة انتشرت كالنار في الهشيم لهذه الحالة في مواقع التواصل الاجتماعي في النجف رافقتها انتقادات واسعة للإهمال الذي يتعرض له المطار في لاونة الأخيرة هذه الحالة التي رزت هي ظاهرة مدانة لأنه مطار النجف أولا يمثل اسم لمطار دولي وثانيا يمثل مدينة النجف وقد تكون هناك ظواهر سلبية غير هذه الصورة غير مرصودة هذه واحدة قد رصدت فلربما هناك أمور سلبية أخرى مرصودة في المطار ولذلك على الأخوة المسؤولين الانتباع إلى هذه الحالة وعلى الرغم من تولي سلطة طيران المدني مهام إدارة مطار النجف في الفترة الأخيرة إلا أن أهالي المحافظة لا يرون تغييرا في واقع حال المطار الذي تحوم حوله شبهات الفساد وهدر المال العام التي تكشف عنها هيئة النزاهة بين الحين والآخر مطار النجف عبارة عن مطار ليس له وجود أضافة إلى السلطة الطيران المدني أنا أريد أسألها هاي الواردات وين قاعد تروح الملفات للفساد وين قاعد إن من على أساس بهيئة النزاه إليس ما قاعد تكشف هاي الملفات ما الفساد هي المليارات هي الفلوس اليوم المطار عبارة عن مواجهة واجهة للنجف بعث كبار هو مواجهة حضارة اليوم أنا من الردطوب زاير أريد أشوف الخدمات اللي في مطار گوين هاي المليارات اللي قاعد تنصرف وين قاعد تروح مطار نجم مطلوب مطلوب يعني هذا العirring رأنا صار سنين مطلوب المطار لكذا طيران وكذا طيران وكذا طيران ما معقوله صار سنين ماكو إيراد واضح أنا كمواطن أريد أعرف إيرادات وين جاي تروح إيرادات مطار النجف لا مستفادين بس اسمنا إحنا اسم مطار النجف الدولي بالإضافة إلى امتعاض النجفيين من سوء إدارة مطار محافظتهم وجهوا كذلك انتقادات لا ذعى للمسؤولين فيها بعد انتشار هذه الصورة واصفين وجود الحيوانات السائبة داخل مطار دولي أمر معيب في ظل استمرار تراجع خدمات البناء التحتية لمطار النجف تكثر أسئلة النجفيين عن مصير وارداته المالية في وقت يتهمون فيها الأحزاب المتنفذة والحاكمة بالسيطرة على إدارات المطار منذ إنشائه قبل 16 عاما من النجف محمد رزاق أتغير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر